يا سيدي الكريم لأن قناة العالم كما نعرف أو الإعلام الإيراني بشكل عام ما زال يتذكر عملية الاختراق التي تعرض لها الجنرال السليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في عملية المطار من قبل عنصر في فيلق القدس مقرب جدا إلى المرشد الإيراني الأعلى واللي بوقتها بعد أقل من 48 ساعة تم إعدامه في طهران والجماعة لحد الآن يقولون أننا ننتظر نتائج التحقيق التي تقوم بها اللجنة العرافية الأمريكية المشتركة للكشف عن تفاصيل وملابسات عملية المطار يعني الموضوع لا علاقة بالكاظمي ولا مدهي شنو أبداً أبداً لا كاظمي ولا غير كاظمي وهم يعرفون هذا الشيء جيداً لذلك قناة العالم حقيقة تريد أن تذكر الفصائل وغير الفصائل تذكرهم بهذه الحقيقة يا جماعة الخير يا جماعة الخير ديروا بالكم ترى أنتم مخترقين زيان وهذا التحقيق يمكن يوصل إلى نتيجة أو ما يوصل إلى نتيجة لأن بعض المخترقين محميين من قبل زعماء ميليشيات موجودة الآن في حكومة السيد السوداني ولهذا السبب سوف لن نسمع عن نتائج حقيقية وملموسة وإذا توصلوا إلى نتائج حقيقية وملموسة فمن تثبت خيانته سيزوره زائر الليل ويخنقه وهو على فراشه إلى جانب زوجته ويطلع موته طبيعية سكتاك ألبية